أخلص سؤال في موضوع كروش ومتخب الأول هل أنت شايف أن كروش في بطولة الأومة الأفريقية هيتعامل بنفس مبدأ بطولة العرب اللي هو التجريب؟ لا هو في بطول كاس الاتنين كانوا أخذ بالك في كاس العرب كانوا أشين مع بعض ماشي بيده جوه دي ده وبيلعب على الكاس هو أتخيل أنه مثلا كان كروش لا 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 كل ماتش كان بيأخذه كان مياكس فيها وأول أنه هو عايز يوصل للكاس الكاس كان هدف بالنسباله أساسي مع ده بدأي ليه أنت حتى بص إحنا في مطش سودان ومرامة هالي كان فيها الأداية الأفضل للمنتخب مصر أصدقلت الخطة العناصر اللي موجودة في موجة نظري هي 4-3-3 زي بالكتاب تمام المطش اللي بعد منه عمل إيه؟ رجعنا تاني إيه؟ الجزء كبير من التشكيل اللي هو وعمره بدأ مباراة زي التشكيل اللي هو ما كانش أحمد يعني أحمد دي بحضر ما بدأش غير مطش لسه في المطش لا هو هو دايماً أي مدرب عموماً يعني بيبقى عن تشكيل أساسي وعناصر مدلاء بيحرقهم في ده هو كان دا اللي عمله دا اللي عمله كروش كروش في بطولة أفريقياً هيبقى رايح لأ وانت معاك محمد خب بالك كمان وجود محمد صلاح في هذه البطولة هيبقى دافع قوي 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 للمنافسة على كافة الأمم يعني محمد صلاح عارف كويس قوي قوي إنه ترشوحه في كرة الذهبية فرانس فوتبول وترشوحه في أحسن لعيب هيقوله في الآخر انتخذت إيه ما كانش عارف في 2019 كده دي وعشان كده لا أتخيله إنه إنه هيبقى بالنسبة له أهم دلوقتي أعرف أهميةها النهاردة النهاردة اللي ميسي وكريسيانو بيبعدوا من الصورة شوية فممكن هو فبالضبط أنت عندك مجموعة من لعيبة زهرة جديدة فهيبدو يقوم هو السنة دي قاله إيه أصلا ما خدش مع منتخب بلاده يعني كان منتخب بلاده اللي هو كان إيه تأسيه في لجوان وده لكن ميسي كان خد كوبا وبنزيمة كان خد مع فرنسا در أمره بيت فالنهاردة بقى محمد صلاح بحتاج إنه حاجتين عشان هو مكمل موسم رائع وصل في أداءه وأهدافه على لبربول فبحتاج يكون بنفس التواهج ده واللمعان والبريك مع منتخب مصر من خلال التقاهل لكاس العالم خاصة إنت عندك تقريبا إحنا فقدين يا منتخب يا البرتغالي إيطاليا إنها تروح قطر في واحد فرنسا كده ممكن من لقش كروسان ورده موجود معنا وعندنا فبطولة أورفكية محمد صلاحة داخلها وعارف كويس قوي قوي إنه هتلعب دور في إنه ممكن ياخد جايزة من جواز دي أكيد هو مش بسط لها ناحية فردية لكن في الآخر هو بالنسبة له إنها كمان فرحة شعب مصر بيها تقفها كتير قوي قوي إنها أكيد جون معظم العيمة دايما بيبصوا الجواز الفردية بيحطها في المرتبة التانية فعش كده إنه كروش لا هيفكر فيها لإنها كمان هتدينه باور قبل ما يخش لتصفيات لإنه إنه في الآخر بتلعب مطش زياب وعودة ده فممكن لا وأول مطش لك أصد لرجيريا اللي هي ممكن تقابلها في مارس مع تونس أعرف أنت داخل فهتخلها لأ العكس لا وكمان ممكن لو ما تصعد هتقابل المجموعة بتاعت الجزيرة وكده فوق لا ما هي دا هي 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 موضوع صعب لا الموضوع هي بطولة قوية جدا في إنها هتحدد للكروشك حاكي ترقى أو أوي لكن الاتنين هيكونوا ماشيين مع بعض وده هيبالنك من ملامة احترار أيما اللي داخل بها كروش الأيما هتفرق معاك أو أوي إنه صح أنت عندك 40 فهم ينكمل وجوه جدا كان محمد صدح الله بتاع غاز المحلة لكن في الآخر الهدف لكن في الآخر انت داقل منافسة وعارف إنه الناس يعني إحنا رحنا بمنتخب يعني منتخب إحنا رحيين بكاس العرب يعني أغلب وجوه جديدة لكن الناس ممنتظرة منك إيه اسمك تاريخك بيحتم عليك إنك أي بطولة تخشها لنكون منافس لأنهما لو سألت أي خبير أو أي مدرب هيقول لك إنه المنتخب مواصم ضمن المنتخبات وأنت تملك ما بالك بقى وأنت تملك كمان واحد من أفضل لائب العالم محمد صلح لكن